بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل والإيمان بالله جل جلاله أصل الأصول وعنوان النجاح والفوز وبلوغ الرضوان فأهل الإيمان هم الذين يحبهم الله جل جلاله وهم الذين يسكنهم الله عز وجل جنة وهم الذين يرضى الله عز وجل عنهم وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وهم الذين خاطبهم سبحانه وتعالى بهذا الخطاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَيَانًا لِعِظَمِ مَا يَعْمَلُونَ وَثِقَ لِي مَا يَصْنَعُونَ فِي مِيزَانِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وجاء الخطاب القرآن لأهل الإيمان ووصفوا وأعطوا تلك العطايا في مقابل من لم يتصف بهذا الوصف وهم أهل الكفر فكان خطابهم بالمقت وبالسخط من الله والغضب ومن إنزال العقوبة عليهم في الدنيا والوعيد لهم في الأخرى فكان هذا خطاب القرآن لأهل الإيمان وأهل الكفر وما ذلك إلا لأن القضية الأساس والمحور الرئيس في قضية الإيمان هو اعتراف هذا المؤمن بربه جل جلاله وإيمانه به ربًّا وخالِقًا ومعبودًا ومُشَرِّعًا وبأن له الأسماء الحُسنى والصفات العُلَى فلا يُعْبَدُ إلا الله جل جلاله وهذا محور قضية الإيمان إيمان المؤمن بأن الله ربُّ كل شيء وخالِقُّ كل شيء الله خالِقُّ كل شيء هكذا قال ربُّنا عزَّ وجل ليُبَيِّنَ معنى الربوبية فله جل جلاله هذا الأمر العظيم ولما كان جل جلاله هو ربُّ كل شيء وخالِقُّ كل شيء وأنه خلق خلقه عن علم وعن كمال حكمة وكمال قدرة وعن كمال خبرة فالله عزَّ وجل هو العليم والله هو الحكيم والله عزَّ وجل هو الخبير والله هو اللطيف جل جلاله وهذه من أسمائه الحُسنى فالمؤمن لما آمن بما لله جل جلاله من أمور الربوبية ومن الإيمان بما له من الأسماء الحُسنى والصفات العُلَى بُنِيَ على هذا العِلْم أنه لا معبُود بحقٍ إلا الله وأدرك أن أعظم جُرْمٍ يُرْتَكَبُ على ظهر هذه الأرض ومن قبل هذا الإنسان هو أن يكفُر بهذا الرب العظيم وأن يجعل له نِدًّا وأن يجعل له شريكًا وأن يصرف لغيره شيئًا من هذه العُبودية التي لا تليق إلا بهذا الرب العظيم المُتَسَمِّي بالأسماء الحُسنى المُتَّصِف بالصفات العُلَى أن يصرف شيئًا من حق العُبودية التي له وأن يصرفها لغيره فهذا المحور الرئيس الذي تقوم عليه قضية الإيمان وفي مُقابل ذلك بالنسبة للكافر فالمحور الرئيس الذي يقوم عليه الكفر هو أن الكافر لم يُعطي لربه هذا الحق كما أراد الله جل جلال فكان الأول أنجز أعظم عمل وقام بأعظم مُهمةٍ في حياته كان الثاني تارِكٌ لذلك مُفارِقٌ له في الشق الآخر ومن هنا يُدْرَكُ قَضِيَّةُ هذه العلاقة بين هذين الاثنين وما الذي يترَتَّبُ على هذا الأمر وإن من أعظم ما يترَتَّبُ عند المؤمن بعد إدراكه لهذه الحقيقة أنه أعظم شيء بُغضًا إلى نفسه وكُرْهًا إلى نفسه وحذَرًا يَحذَرُه هو أن ينتقل من مكانه إلى الطرف الثاني ويتنامَ هذا المعنى في نفسه حتى يجد في نفسه هذا الأمر مثل ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُخبر عن من ذاق طعم الإيمان قال أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يُقذَف في النار وهل الإنسان يُشكِلُ عنده ويصعُب عليه أن يتصوَّر صورة إنسانٍ مُحِبٍّ للحياة ثم يُدفَع من خلف ظهره ليُقذَف في نارٍ تحرِقُه كيف يكونُ كُرْهُ وَبُغْضُه وكيف يكونُ نُفُورُه وَبُعدُه وكيف تكونُ مُدافَعَتُه لمن يدفعه في النار إذا لم يجد الإنسان هذا المعنى بهذه الصورة في نفسه إذا ما رأى إلى الكفر وأهله فهو بعد لم يذُق طعم الإيمان ولذلك السؤال هل من أكرمه الله بالإسلام وبالإيمان هل عرف قدر هذه النعمة؟ وهل عرف قيمتها؟ وهل يجد في نفسه هذا الفرح العظيم الذي لو أُعطي الدنيا بأكملها على أن يترك هذا الدين طرفة عين لأعتبره بحقٍ ويقين بيعة بخص وأنه ليس على استعداد أبداً في ذلك وأن يقبله فهل الإنسان يجد هذه المعاني ويُحدِّث نفسه بهذه النعمة ويخرج من أعماق قلبه ذاك الشكر لربه جل جلاله الذي أكرمه بنعمة الإسلام والإيمان؟ وهل يجد الخوف والخوف الشديد وخصوصاً في زمن الفتن يخاف أن يفقد هذا الإيمان فلذلك تجده على حذر وترقب وفرار من كل موطنٍ وموضعٍ وحالٍ وصحبةٍ ورفخة قد تُخرِجُه من حصن الإيمان الحصين إلى غيره فتجده بهذه الصورة في الحذر والترقب القرآن الكريم كم في آياته يعرض صورة هذا المؤمن ويعرض له صورة ذاك الكافر وكم يُربيه وكم يُعلمه وكم يفتح عقل على هذا العلم العظيم حتى يثبُت على هذا الدين حتى يلقى الله جل جلال ويعطيه صورة لفئةٍ بين هاتين الفئتين لأن كان أهل الإيمان صرحاء في إيمانهم مفتخرين بإسلامهم لا يُبالون أن يُعلِنوا هذه الهوية لهذا الدين وكما أن مُقابلهم كذلك من أهل الكفر أما الفئة التي بينهما فهي أهل النفاق التي هي بتلك الصفة في الدناءة والخسة وذلة النفس وعدم شجاعتها فلا هي التي صرَّحت بأنها من أهل الإيمان وعادت أهل الكفر وفارقته ولا هي كذلك من أهل الكفر فالقرآن العظيم يُبين لنا حال الناس أمام هذه الكلمات الثلاث فللإيمان أهل وأناس وللكفر أهل وأناس وللنفاق أهل وأناس ويُبين القرآن ما هو الأثر وما هي الخسارة التي يخسرها الإنسان بسبب كفره بالله عز وجل وما الذي سينال بسبب كفره بربه جل جلال وفي ظل انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة فإن القرآن العظيم وهو كتاب الله الله جل جلاله يخاطب أهل الإيمان ويخاطب أهل النفاق ويخاطب أهل الكفر مباشرة فخطابه لأهل الإيمان كما قلنا بإعلان الرضا عنهم ويدعوهم للثبات ويعدهم ويبشرهم وخطابه لأهل النفاق ولأهل الكفر أول خطاب أنه يدعوهم إلى الإيمان ويدعوهم أن يفارقوا ما هم فيه وأن ينتقلوا مما هم فيه ليكونوا من أهل الإيمان ويحذرهم وينذرهم ثم الأمر الثاني يخاطب أهل الإيمان أن يدعو أهل النفاق والكفر إلى الإيمان ويبين أن أعظم الأعمال التي يقوم بها المؤمن أن يكون سببا في إرجاع كافر بالله إلى حياض الإيمان وجعل المهمة الرئيسة للأنبياء والرسل هي دعوة هؤلاء والمحاولة الجادة الصادقة في أن يرجعوهم إلى الحق وجعل هذه من أعظم مهام الرسل والأنبياء الدعوة إلى الله فهي دعوة لمن أول ما تكون تكون لأهل الكفر من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجوهم من الكفر من الظلمات إلى النور ومن آمن بهم وصدقهم فإنه يحمل نفس الهدف ونفس الغاية ونفس الرسالة ورأينا هذا الأمر كيف عُرِض في هذه السورة بل في الآيات القريبة التي وقفنا معها بل إن خيرية هذه الأمة إنما كان محورها الرئيس بعد إيمانها بالله هو دعوتها وبلاغها وحرصها أن يهتدي من كفر وأن يعود إلى الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولما كان الأمر إعلان التميُّز على الأمم فجاء بالأمر الظاهر وجاء بأمر العلاقة مع سائر الأمم بما يجعلها معلومةً معروفة وإيمان الإنسان في كثير من أعماله يكون خاص ويؤديه لوحده لكن أمر الدعوة والبلاغ أمر يُسمع وأمر يُرَى وأمر يُشاهد حركة صاحبه فلما كانت قضية التميُّز بين الأمم قُدِّم هذا الأمر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سعي وعمل وجد في هذا البلاء وفارح عظيم إذا ما تحقَّق ذلك الأمر ووقفنا مع أخبار من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن موقف أصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء بل من عامة الأمة وكيف كان موقفهم وكيف كان إنزال هذا الوصف العظيم الرباني وهذه البشارة الربانية كيف أصبحت شيئاً واقعاً في حياة هذه الأمة كانت وما زالت وستبقى تقلُّ ولا تنقطع توجد في مكان ولا تنعدم من كل مكان لأن هذا وعد الله وهذه بشارة الله لهذه الأمة أنها ستقوم بهذا الحق إلى يوم القيامة كنتم خير أمة وتبين لنا أن ميدان هذه الخيرية هي كل حركة تحتاج من الإنسان أن يقابلها برضاً وقبول أو بكره وتر وأنها موجودة عند كل أمر أو نهي افعل أو اترك فهي موجودة في قول الأب لأولاده افعل كذا أو اترك كذا فخيرية الأمة تجدها هنا وفي قول كل أم لأولادها وفي قول كل زوج لزوجته وفي قول كل معلم لطلابه وفي قول كل جار لجاره افعل أو اترك إن كانت افعل وفق ميزان الحق فهو أداء لخيرية تلك الأمة وإن كان لا تفعل بميزان الحق فهو في خيرية تلك الأمة فإذا ما وعينا لهذا المعنى فكم يفرح الإنسان عندما يرجع إلى نفسه وإلى أوامره ونواهي التي خرجت من فيه كما قلت لابن ولزوجة ولأخ ولجار ولصديق ولقريب ولغريب ولصغير أو كبير ووجد الإنسان أنه ضبط ذلك بأمر الله وحكم الله فإذا به هو الآن يتصف بهذا الوصف الذي وصفت به هذه الأمة التي هي خير الأمم والحذر أن نفهم أن ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نحدده بقضايا محدودة مخصوصة لا فالأمر أعم من ذلك وكما وقفنا مع كلمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه التي بيّنت لنا أن ميدان هذه الخيرية هو الحياة كلها حيثما استعملت كلمة افعل أو أترك فأنت أمام أن تكون من هذه الأمة التي هي خير الأمم أو أن الإنسان قصر في حق نفسه قضية الإيمان وقضية الكفر وأثرها بين أيدينا آية عظيمة تبين لنا وفق أمر الله وحكم الله وميزان الله أي أثر شنيع لقضية الكفر بالله على مصالح الإنسان وعلى ما ينجز الإنسان لنفسه من أعمال ويرجو أن تعود عليه بالنفع كيف تفعل قضية الكفر بالله الأفاعيل في مراد هذا الإنسان فماذا يقول الله جل جلال يقول سبحانه عن أهل الكفر مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون المال أحد قوامي الحياة لبني آدم الحياة للناس في هذه الدنيا واستمرار واستمرار قيامها ربط بأمرين في القرآن وما ربط بغيرهما وما ذكرت وما ذكر أمر قيام الحياة للناس إلا مرتين وفي هذين الأمرين أحد هما المال ونجد هذا في قول ربنا عز وجل ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فالمال قوام للحياة وسبب لقيام الحياة ولذلك جعل من أحد الضروريات الخمس التي جاء الدين لحفظها فحفظ المال واحد من هذه الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض فهذه خمسة ضروريات فالشريعة كلها تدور على حفظ هذه الضروريات الخمس فالمال واحد من هذه الخمس والله جعله قيام أما الأمر الثاني الذي أخبر الله عز وجل عنه أن فيه القيام للناس فهو هذا البيت العتيق الذي نجاوره الذي بيننا وبينه أمتار بقاءه بقاء الدين ما بقيت الكعبة فالإسلام باقي إن سقط بناء الكعبة فلا إسلام على ظهر الأرض ما بقيت الكعبة فالحياة باقية إن سقط بناء الكعبة فلا حياة للناس لأن الله عز وجل جعل البيت قيام فقال عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من آخر أشراط الساعة هدم هذا البيت وقال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وقال ابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما لو أن الناس كله تركوا الحج سنة واحدة لأطبقت السماوات على الآرض وقال الإمام عالم مكة التابع طاووس قال لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيام فهذا البيت قيام وهو رمز لهذا الدين والمال كما أنه قوام الحياة فإنه مصالح الإنسان تقوم بالمال ومنافعه وكذلك هذا الدين في نشره ونصرته والدعوة إليه يحتاج إلى المال فالله عز وجل يخبر هنا عن أمر هذا المال والمال يحتاج أن يكسب كسبه والمال يحتاج أن يحفر حفظه والمال يحتاج أن ينمى والمال محتاج إلى أن ينفق منه وهذه الشريعة وهذا الكتاب مع قضية المال بين للإنسان في ذلك كله فكسبه له أحكام وحفظه له أحكام وتنميته لها أحكام والإنفاق منه له أحكام والتعامل معه له أحكام وإذا بنى أمام منظومة عظيمة كبيرة متعلقة بهذا المال الذي جعله الله عز وجل أحد القوامين للإنسان ومن الأصول العظيمة في ضبط هذا الأمر ذاك الأصل الكبير أن المال مال الله وأن ك يبن آدم مستخلف فيه فهو أمانة عندك وأنه محل الاختبار لك والابتلاء وأن المال سيكون في يد إنسان زادا إلى الجنة وإلى الفردوس الأعلى وأن المال سيكون في يد إنسان طريقا إلى النار وإلى الدرك الأسفل منها إن من أمواركم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فالإنسان مؤتمن على هذا المال والله سيحاسب هذا الإنسان في كسب للمال وفي حفظ للمال وفي إنفاق للمال وفي تكثير للمال سيحاسب على ذلك كله وهنا الآية فيما يتعلق بالإنفاق والإنسان ينفق المال ليسعد نفسه وينفق المال ليجر منفعة إلى نفسه وهذا فعل من بيده مال فماذا يقول الله جل جلاله في هذه الآية وهذه شيء من مكانة المال فماذا يخبر عن أثر الكفر على منفعة المال فيقول الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا لما أخبر جل جلاله قبل آيتين عن إنفاق أهل الإيمان وكيف أن الله عز وجل لا يضيع إنفاقه وأن الله عز وجل لا يكفر لهم عطاءهم وأنه وهو العليم جل جلاله ليس الحساب فقط على عدد ما أنفق هذا المؤمن بل على المعنى الذي رافق الإنفاق والذي قد يكون الأجر عليه أضعاف أضعاف عدد ما أنفق من المال كم من منفق للقليل ولا يملك إلا القليل ولكن معه صدق إيمان فيتلقاه الله عز وجل بأمينه ويربيه له كما يربي العبد فلوه حصانه الصغير حتى يكبر كذلك يرعى الجليل جل جلاله صدقة هذا الصادق وينميها حتى تكون كالجبل العظيم في ميزان الله وما يفعل من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين فلما أخبر عن إنفاق المؤمنين وأخبر عن تعامله مع إنفاقهم وبين أثر الإيمان على إنفاقهم فيا ترى ماذا سيفعل الكفر في إنفاق الكافر ما هو أثر وهنا يا إخوة كم من الشبهات التي تدور في عقل من لم يفهم بعد ما هي قيمة الإيمان وما هو قدر الإيمان ومن لم يعرف بعد ما هو جرم الكفر بالله جل جلاله وعظم هذا الأمر من لم يفق هذا الأمر فإنه يستكثر أن يقدم كافر شيئا من عمل خير ثم أن الله يخبر أن ذاك العمل حابط تالف تالف لا ينفع صاحبه فيقف متعجبا والسؤال له هل أنت عرفت جرم الكفر وهل أنت عرفت ما هي الجناية التي ارتكبها هذا الكافر في حق نفسه وما هو الظلم الذي اخترفه في حق ربه لذلك من لم يعرف قدر الإيمان وعظم وجرم الكفر لن يستطيع ولذلك ويحتاج إلى أن يدرك هذا الأصل ابتداء كما قلنا الذي عرف الإيمان فهو يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار لأنه عرف قيمة الإيمان وعرف جرم الكفر فبعد أن أخبر الله جل جلاله أن هذا الكافر لن ينفعه عند ربه ما جمع في دنياه من الأموال وما عنده من الأولاد إن جاء ربه ولقي ربه بالكفر فلن ينفعه من ذلك شيء طيب ما أنفق في الدنيا وما قدم في الدنيا من صورة عمل ظاهره الخير فبأي شيء سيقابل من ربه عز وجل فيأتي الإخبار أنها أعمال تعجب في ظاهرها ولكنها تخيب صاحبها في آخرها هذه هي الحقيقة تعجب في ظاهرها وتخيب صاحبها في آخرها وهذه هي الحقيقة التي أراد القرآن العظيم أن يجليها وأن يبينها ليبين لنا ما هو الأثر أو بعض آثار الكفر بالله جل جلاله على الكافر والمحق الذي سيصيبه فنقف مع هذه الآية الكريمة والكلمات التي تضمنتها هذه الآية العظيمة فيقول الله مثل ما ينفقون يقرب الأمر بالمثل لأن خسارة إنفاق الكافر أظهر ما تكون في الآخرة وهو أمر غيبي لا يراه الإنسان ويريد الله جل جلاله أن يقرب لهذا الإنسان صورة الخسارة بشيء ملموس بشيء مشاهد بشيء قريب بشيء يدرك أن فعلاً صاحب هذا الأمر قد خسر فهنا يأتي بالمثال ويذكر المثل واضح لما كانت خسارة الكافر في إنفاقه للمال في صورة ظاهرها تعجب وأما آخرها فيعطي دلالة التلف ولكن آخرها لا يراه هذا الإنسان لماذا لأن الصورة المتلفة على كمالها في الآخرة والإنسان لا يرى ماذا يكون في الآخرة فجاء الله في هذا الأمر بالمثل لشيء يراه الإنسان فقال الله عز وجل مثل أو مثل ما ينفقون مثل ما ينفقون من المنفق هنا ما زالت الآية متصلة بما قبلها ولذلك من قال بهذا الأمر فقال المقصود هنا المخبر عنهم في الآيات السابقة وهم وهم اليهود ويهود المدينة الذين كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما آمنوا به وكفروا بالقرآن وما صدقوا فهؤلاء الذين سبق ذكرهم هم المخبر عن إنفاقه ومن العلماء من قال في قوله إن الذين كفروا المقصود هنا عموم الكفاء من مشركي قريش العرب ومن يهود المدينة ومن نصارى النجران الذين ما آمنوا وما صدقوا ومن المنافقين منافقي أهل المدينة قال فالمقصود كل هؤلاء ومنهم من قصر على بعض هؤلاء المذكورين ولعل أرجحوا هذه الأقوال إذا قلنا بأن الآية ما زالت متصلة بما قبلها فيدخل بالأصالة من ذكروا وهم يهود المدينة لأن الآيات تخبر عن موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجتهد في دعوته وينصح له ويدعوهم إلى الحق وهم يكفرون فيقول الله عز وجل مثل ما ينفقون إذن عرفنا المنفق طيب ما هو الشيء الذي أنفقه ما المقصود به الذي المقصود بما أنفقه هنا هل المقصود المال أو المال وشيء غيره فجمهور المفسرين على أن الإنفاق هنا المقصود به المال ومن العلماء من عمم ذلك بكل ما يقدمه الإنسان من مال أو عمل قالوا مقارنة على ما ذكر الله في شأن المؤمنين وما يفعلوا من خير فيدخل فيه فعل الخير بالإنفاق بالمال أو بغيره ومن قال الإنفاق بالمال وهم جمهورهم الإنفاق بالمال هل هو كل الإنفاق ومن قال بأن المقصود كل إنفاق المال قالوا لأن الإنسان مسؤول عن كل ما ينفق من ماله ومن هم من قال الإنفاق بالمال وفي ما يراد منه وفي ما يراد منه الخير عند الله جل جل لأنهم هم أهل كتاب ويؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر قالوا فيكون المقصود بالإنفاق هنا إنفاق المال على أمر يؤملون أن ينالهم أن ينالهم من وراء هذا الإنفاق أجر ومثوبة عند الله ومكافاة عند الله فيقول الله عز وجل لهم مبينا مبينا أثر هذا الإنفاق ومآله عنده سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ولاحظوا أيضا قلنا التعبير بالفعل والفعل المضارع ليعطي الدلال على أن هذا الفعل متكرر منهم فهو يدل على يدل على ديمومة العمل والاستمرار وأن الفعل بهذا الوصف لا ينفك عنه إذن يعطي على أن هذا الفعل عن قناعة أو غير قناعة عندما يفعله بصورة مستمرة ويتكرر ذلك منه فلذلك جاء التعبير بالفعل وبالفعل المضارع في هذه الحياة الدنيا الإمام يفسر البقاع رحمة الله عليه يقول لما جُعِل محط هذا العمل عندهم يعني يعني غايته ونهايته الدنيا ليبين حقارة ذلك الفعل الذي فعله مرده إلى الدنيا وسينتهي في الدنيا فلذلك قال جل جلاله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا فإذا أعطى دلاله على حقارة ما فعلوه هذا الإنفاق الذي فعلوه والذي حصل منه والذي أرادوا به أن ينالوا خيرا وأن ينالوا مثوبة وأن ينالوا أجرا من ورائه عند الله وهم كفروا بالله فأشركوا أليسهم الذين قالوا عزير ابن الله أليسهم أليسهم الذين كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخبر الله عز وجل أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أليسهم الذين كفروا بالقرآن والقرآن يخبرهم عن أمرهم وأمر آبائهم ويخبرهم عن أمور معلومة في كتابهم فلما كان هذا حالهم ثم يأتون ليقدموا المال ويرجون من الله أن يثيبهم على ذلك المال فيخبرهم الله كيف سيعامل ذاك الإنفاق فيقول عز وجل والإخبار هنا كما قلنا جاء بالمثل الذي يراه الناس ويشاهده الناس قال كمثل ريح ريح شديدة عاصفة فيها صر صر جمهور المفسرين قالوا الصر هنا هو البرد والبرد الشديد وأخبر كأن البرد شيء في وسط هذه الريح والريح عندما تهب شديدة هل تترك شيئا لا تصل إليه تمر عليه فلما كان البرد في وسطها وهي تحمله فليس شيء تمر عليه الريح إلا وست تصفعه بذاك البرد الشديد إذن هذا الوصف كمثل ريح فيقول الله عز وجل كمثل ريح ريح فيها صر ومن العلماء من قال الصر هنا الحر الشديد وهذا متلف وهذا متلف وهذا مهلك وهذا مهلك قال كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم إذن الريح عندما تمر بالمكان وهي شديدة فهل ستترك شيئا لا تلاقيه وتصادفه وتواجهه وهذا شأن الهواء إذا اشتد والبرد في جوفه إذن بمعنى أنها ستصفع بهذا البرد الشديد أو الحر الشديد كل جزء من حرفهم الذي حرثوا ومن زرعهم الذي زرعوا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم المصائب التي تنزل بالعباد إما مصائب يعني الأقدار التي تنزل إما مصائب ابتلاء وإما مصائب معائب وانتقام فمصائب الابتلاء قد تنزل بالمؤمن ليختبر الله عز وجل إيمانه كما قال الله عز وجل وهذه حكمة من حكم الحكيم جل جلاله ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الحكمة ليميز الله الخبيث من الطي فابتلاء فالمصائب التي هي من البلاء تنزل بالمؤمن فإن كان على خطأ ترده وإن كان على صواب يثبت ويضاعف له الأجر عند الله فهذا نوع وأما النوع الثاني فهو ابتلاء المعايب التي ينزلها الله عقوبة والتي ينزلها الله عز وجل فضح وهتك لمجرم أجرم في حق ربه فالله عز وجل هنا يبين أن ما نزل ليس هو من النوع الأول وإنما هو من بلاء المعايب والمعاقبة فلذلك قال أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ما نزل بهم عقوبة لشيء بدر منهم وحصل منهم وأنما حصل مكافأة لذاك الفعل معجل والأمر الأعظم عند الله كما قلنا هو لتقريب الشيء الغائب ليراه الإنسان في الأمر الحاضع وهنا نجد أن الأمثال لها فوائد عظيمة في كتاب الله فيها ترغيب فيها ترهيب مدح أو ذم وفيها أيضا تأديب للإنسان وفيها أيضا إعمال لعقل الإنسان وفيها تقريب البعيد بالقريب فهذه من فوائد ذكر المثل في كتاب الله عز وجل أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم هنا وقف العلماء مع قوله عز وجل ظلموا أنفسهم كيف كان ظلمهم لأنفسهم في ذلك الحرف كيف تحقق في الحرف ظلم أنفسهم ذكر العلماء معني قالوا المعنى الأول أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أي كمن غرس الغرس في غير مكانه وغير أوانه من غرس الغرس في غير مكانه وفي غير أوانه فإنه لن يتحقق المراد فمن غرس في وقت لا يصلح فيه الغرس يذهب تعبه وكده ومن غرس في مكان لا ينبت فيه الشجر ذهب كده وتعب فيكون ظالما لنفسه حيث أنه بذل جهد والأصل أن ينتفع بجهده لكنه بسبب ظلمه فإنه فعل شيئا لا يعود عليه بالنفع والمعنى الثاني ظلموا أنفسهم بمعنى أنهم عصوا ربهم عز وجل معصية عقوبتها عند الله أن لا يقبل ذاك الفعل وإن كان في ظاهره النفع ظلموا أنفسهم قال كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وأيضا هنا معنى اللطيف ذكره العلماء علماء التفسير قالوا لما قيد هذا الإهلاك الذي حصل بالريح التي فيها صر للحرف حتى يبين أن التلف هنا ليس له عوض لأن هناك كما قلنا في بلاء الم في مصائب الابتلاء وإن وإن تلف هذا الأمر للمؤمن فالله سيخلفه له في الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من يبتليه الله بالمصائب تليه الله عز وجل بالأمراض والأسقام حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة ومن عباد الله من قدر الله له درجة عالية في الجنة أعماله لا تبلغ تلك الدرجة فيبتليه الله بالأمراض والأسقام فيصبر حتى يرتقي درجته وعمل فينال تلك الرتبة التي جعلت له فلذلك لما قال ظلموا أنفسهم ليخبر أن ما نزل بهم من في المصاب ليس له عوض لا في الدنيا ولا في الآخرة من الله ليس له تعوير ظلموا أنفسهم فبسبب الظلم لن يكون لهم خلف ظلموا أنفسهم قال الله عز وجل فأهلكت فأهلكت أي أهلكت ذلك الحرث والحرث هنا المقصود به طبعا مصدر بمعنى المفعول أي المحروث وهو الزرع وهو الزرع الذي نبت بسبب حرث القوم قال فأهلكته أي أتلفته تلفاً لم يعد من ورائه منفعة لم يعد من ورائه منفعة منفعة وجه الآن الررق بين وضعهم الإنفاق الذي أنفقوه وبين هذا المثل قال العلماء هذا تشبيه مركب لأنه عندنا قضيتين الريحة التي فيها صر فنكي فهذا تشبيه مركب رو gob